اهلا بحضراتكم جديد انه يتأهل لدور الستاشر في الكونفدرالية ده دور الاثنين وثلاثين مقرر وفي دور الابطال دخول دور المجموعات باذن الله لكن ايامه تبدأ مسابقة الدور الممتاز ايامه نرجع لصراع النقطة لكن الجديد هذه المرة ربطة الاندية اللي بتدير المسابقة هو طبعا تحت المحك او تحت الانظار وكله متأطواق نشوف التجربة دي اللي ارجو ان يعني الرابطة تكون حتتدارك المشاكل او العيوب بتاعت المواصم الماضية التحكيم مؤكد ان كابتن عصام لجنة جديدة لا مش جديدة هي جديدة وقديمة استاذ ابراهيم يعني انما هو وعد انه حنشوف اداء مختلف بالنسبة للتحكيم وخصوصا الفار من خلال ايل التدريب الأكثر اللي حصل والأعداد الأكبر اللي حيطيها زود البدلات تحل مشاكل المالية زود عدد الحكام المعتمدين من الفيفا للفار وهيجب أن يزود المتابعة والحساب ما فيش عذر بقى ما فيش بقى غلطة ما تجيش تقول لأصل بشر بالنسبة للفار ما فيش بشر الفار دا عنده زي درجات التقاضي عنده وقت يشوف وبيرجع لكن السوديو تحليلي قاعد في الملعب فاللو يتغضع عنها دي ما سؤاليته هو ما شفاش ما لناش دعم وانت قلت كاميرات جديدة عايزين نشوف عدل أي واحد مش هيعدل في وجود الفار أنا بقول لك يحاسب لأنه مش هيبقى سليم النية في وجود الفار الغلطة مش بحسن النية لا طبعا لا طبعا حسن النية هي تجيب لأصل ما شافش الزقة ما جابش الزقة مش ما شافش الزقة ده ما جابلوش الزقة وجابلو اللامسة ده ما جابلوش الزقة ليه مش عايز يجيب ما هو ده اختيار انتقائي مريب قال الله ما انت مش عايز يجيبها في ماتش يغير ما صار دوري في الآخر تعيب والآن ده ما تحتاجش غير على الآله حاجة غريبة جدا يعني مش كده ولا بيحصل كل الحاجة أبليها بأسبوع كان مجرس الزقة بيتكلم على الآله وعلى العدل والظلم والتعكيد يتظلم ويدبح تحكمين حتى في الملعب ما فيش حد بيحتاج طب تقول ايه في آخر ثانية بتحيسي بقالي ضرب الجزاء بتضيعوا الماتش وما بيمزع طيب مسابقة الأول مرة فيها بقى الأندية الآآ تالت الأندية الوجوه الجديدة شاركيها الدوري ده حيبقى ولعة 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 لكن فيه إمكانيات وفيه فلوس وفيه وفيه ده تدريب النادي الأهلي آآ ده مين الراجل الرابط شعر ده افتكرتوا رمضان صبح الأول اكتشفت إن الأهلي آآ جديا انتوا عارفين كمان مع عودة الدور إن شاء الله الأهلي يشرك بقى كل قدراته كل عناصره الجديدة كل صفقاته كل تدعماته تكون متاحة لمستر بيتسو مسمعني لكن الحقيقة نرجع للدوري بقى ونرجع للعك والزعي والكلام اللي مالوش ستين لازمة ليه الأهل ما بيلعبش في الإسماعيلية يا النغمة دي لسه طب وليه إسماعيل ما بيلعبش في القاهرة طب وليه للمصر ما بيلعبش في الإسماعيلي بجد بقى كل واحد مدايقها الحكاية دي قوي وشايف إن دي طريقة للإيقاع أكتر بين الأهل والإسماعيلي يسأل السؤال ليه المصر الجار الملاصق للإسماعيل ما بيلعبش في الإسماعيل الغرض مرض يا أستاذ إبراهي ده حاجة غريبة جدا غرض مرض مضحة دي ناس متوقعوا بس يعني وبعدين يطلع بقى كابتن الزميل علاء وحيد برضو يمشي في نفس السكة يا جماعة ما احنا قلنا لكم الأهل مش هو اللي بيعترض والربطة زي لجنة المسابقات الآن دي الأعضاء كل واحد بيجيب الموافقات الأمنية على المباريات بتاعته ليه الحرص ما والإسماعيل ما بيجيش للأهل صحيح والإتنين بيلعبوا المطشين برا والمصر بيلعب كل مبارياته زهابا وقيابا في ملعب واحد في برج العرب ما حدش بيقول كده بقى ملعبه خلاص ده ملعبه للضيف وللهوم أنا بقول لك هو بيلعب الرايح جاي على ملعب واحد الفريل وحيد اللي عنده هذه الميزة ما بيطلعش برا ملعب ما حدش بيتكلم لأنه ده اعتبارات أمنية فيه تنظيم المسابقة لكن يفضل الكلام والزن والحرص الشديد جدا على أن أنا أشعل فتيل الأزمة أكتر بين الأهل والإسماعيل ليه وكان اللي يحصل على ميزة هو أنت ليه مصور لأن ملعبك ده يعني اللي يعني حيحصل له مصاب لو راح ما أنت أنا مصدر الصورة دي بكلمة طم تيجي تلعبني على ملعبك ما كنت ملعبك على ملعبك والإسماعيل ما بيلعب بقيت مبارياته ومعبقيت فرق الدورة على ملعبه يعني خلينا فيه اللالي اللي هو ما مركزين عليه قوي آه لازم الناس تتحاسب شوية مش كده يا أستاذ إبراهيم لأنه كمان الكلام فيه بعد يا باشموندس العميد سارواتسويلا المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية اتكلم في الموضوع ده تاني اللي كان اتكلم فيه من خمس سنين وهو في اتحاد الكورا وقابليه مازم مرزوق بالضبط نسمعه طب الاسماني ما بيلعبش دي طب المصري ما بيلعبش في ملعبه ليه الأمور دي بيحكمها ضعوبة وأمور معينة وما نقدرش نتكلم فيها عبر الإعلام أوز أقول لحظاك لا في حرص كامل أن كل الأندية يكون على حياة ثامن وعلى مسافة واحدة مع الرابطة ومع تسيير العمل في الدوري في المرحلة اللي جاية لكن انت من أردر تتكلم بتقول المطش في ستاد بورج العرب طب مع المطش التاني هيبقى برضو بتاع النادي الأهلي مش هيكون في القيارة هيكون بنسبة كبيرة برضو في ستاد بورج العرب فاللي هيمشى على النادي الأهلي هيمشى على النادي الإسماعيلي عشان كده بقول لحضرتك الرابطة رغم أن فيه خمسة ممثلين للأندية من 18 نادي لكن بيتكلموا على 18 نادي على مسافة واحدة ومش مختلفين ومفيش تعنت مع حد يعني دي رسالة لجمهور نادي الإسماعيلي يتأكد تماما مفيش قرار فيه تعنت أو فيه قرار بيتاخد ضد نادي من الأندية والله مش عايز علق مش عايز أصلي اللي في دماغه حاجة مش حايغ هم طالما وأصحاب الفتنة معروفين بيتكلموا مازالوا هم هم اللي بيتكلموا في المواضع دي بحاج غيرهم تاني لأن أصحاب الشأل بقى زكابتين سيد بازوكة مثلا شوف حايولي نسمع هو الأهلي مش موانعش تبعارف تبيدي عن الأهلي إنما إحنا بقلنا عشر سنين اللي بيشجب واللي مش استاء واللي مش عارف إيه نعرف إحنا عاملين زي دول عرب التأجمع الدول العربية أول حاجة يشجب واللي يستاء واللي مش عارف إيه إحنا كده أول أهلي مش موانع إنما كل اللي يجعوا زريع دماغه الله كاتر خيرك كابتين سيد وتعب نفسك يقول لهم ما حصلش إن الأهلي رفض إن إحنا نتمرن عنده مفيش فايدة هو كابتين على مجريش حلب بالطلاق مفيش فايدة هو الأهلي يقدر يمنع يعني لو اتحاد القرى والأمن قالوا الروح إيه يملك إنه يمنع حيمنع إزاي ما تشايلوش إنه الشيئة إنما إصراركو ده بالطريقة اللي بتتكلموا بيا إنتوا المصدرين إن في مشكلة طب بس لو جالنا يعني حيصا ليه لو جالكو أنتوا اللي بتهديدو كده يعني بالعكس أنتوا لازم الأمور تبقى طبيعية جدا لإن الأهلي كان بيروح وكان بيحصل مشاكل وطوبه بتاعه كان بيرجع تاني يعني حتى لكن لما يبقى فيه أمور تخص رؤية أعمق مننا وأكثر مسئولية مننا تعيب إنك تتكلم فيها اللي هو سروة سلم كمان أشار الحياة لنقطة مهمة قوي قال إحنا عايزين الدور الجديد نرجع على جمهور فهنحاول نختار أفضل السبل وأهدأ الأجواء إن إحنا ننجح فيها فكرة عودة الجمهور فهنبعد عن أي احتمال يعمل توتر يأخرنا تاني في الملف ده على فكرة الناس اللي بتقول كده هم مش عايزين الجمهور هم مش عايزين يعني هم يقول لك الله طيب الأهل عنده جمهور في أي حتة يا سيدي الفاضل والله العظيم الأمور تمشي بطبيعتها واللي يحصل يحصل وأعيز أسأل سؤال هو الأهل مكسبش الدوري عشرات المرات في الظروف الطبيعية مخسرش الدوري كتير في الظروف الطبيعية لو الدنيا تمشي طبيعي كل واحد ياخد حقه نتمنى لكن بمناسبة بقى كل واحد ياخد حقه والقرارات فجئنا اتحاد الكرة اليومين اللي فاتوا بقرار بجد أغرب قرار ممكن يطلع من أي حد مسؤول بيدير حاجة أنا بكلمكم بمنتهى الصدق وعشان تتخيلوه قالك ممنوع الناشئين ينتقل الناشئ لأي نادي يبعد عن بيته خمسين كيلو متخيلين؟ متخيلين ده قرار ممكن يطلع بهذا الشكل وهقولكو عارفين لو القرار ده موجود من كم سنة؟ محمد صلاح ما كانش بقى محمد صلاح ما كانش خرج من نجريج على فكرة ما كانش يقدر روح يلعب في طنطة المسافة من نجريج جنوب باسيون لطنطة أكتر من خمسين كيلو كان حيفضل يلعب في مركز شباب نجريج تريزيجي ما كانش هيجي من كفر الشيخ للنادي الأهلي ولا كان إنه حييجي للنادي الأهلي أو للمقاولين وكل الموابطة من مغاغة ومن المينيا ومن شيكبالا ما كانش يجيه حسن شحاتا ما كانش يجيه من كفر الدوار أحمد شبير ما كانش يجيه من طنطة أحمد حسن عماد النحاس إسلام الشاطر كل دول ما حدش كان يجيه لأهلي ولا زمالك هل يا جماعة وإحنا بندور على إزاي الألية ترتقي ولا أحمد فتحي راح لإسماعيلي ولا محمد عبد الله راح لإسماعيلي بص الخراب اللي هيحصل ليه بقى يقولك الهدف علشان أندية الأقاليم تحتفظ بمواهبها يا سلام ده ممكن ناشئ موجود في قرية ما يعرفش يروح النادي اللي موجود في المحافظة بتاعته لإن قريته أبعد بخمسين كيلو لا حقول لك خليك تمشي بقى في جيبك بالخريطة بتاعت النساء حاول لك حاجة إيه ميزة إن أنا أحتفظ بلعيبي وبعد شوية تراكم عندي لعيبة مش عارف أصرف عليه طبعا أنا لما ببيع لعيب ما أنا بأصرف على بقية الفرق بالذات بالذات المئة ألف والمئة وخمسين ألف ونصف مليون دي بتعمل رواج لأندية الأقاليم دي بتعمل رواج تباركة الثالثة والتانية طبعا واخد بالك ففكرة إن أنا تحرمني إن أنا صدر إنتا مش بس بتقول لي بيحتفظ بلعيبتك ما أنا مش قادر أصرف عليه إنتا بتحرمني من تصدرهم إنتا متخيل مثلا لو التحاد الأوروبي خد قرار مشابه بدعوة إن كل بلد يحتفظ بمواهم بأفريقيا يحصل لها إيه إنتا متصرح يحصل رواج ده ممكن مواهم كتير جدا تنتهي طبعا الشيء اللي يخرج عن الطبيعي وراء فكر وغرض مش طبيعي إنتا متخيل إنه حاجة زي ديه صدقني الصعيد محدش هيقرب من القاهرة ده بتاع بنسويف ما عرفش يجي القاهرة ما عرفش المسافة الفيوم انت عارف بين المحافظات في الصعيد كل محافظة أبعد على التانية بمية مية وعشرين كيلو يعني حتى بتاع أصويت مش هيلعب في المينيا وبتاع المينيا مش هيروح بنسويف انت بتخنق كل بلد لوحدية ده ممكن يحصل يا جماعة وبعدين طب تعالها بصلي للقاهرة بقى هال القاهرة اللي فيها أكتر من عشرين نادي في الدور الممتاز والدرجة التانية دول اللي عندهم قطاعات ناشئين ما تصدرش لعيبة انب هيجيب لعيبة منين المقولين هيجيب لعيبة منين الأهل والزمالك طلاعي الجيش بترو جيت الشريعة للدخان خد بقى كل الأندية خد الترسال وخد كل أنديت القصر التاني لا أنا أقول لك لعبت كل دول تزيادة عن حاجتك هتروح في ايه اه انت مش عندك لعيبة مختاع ناشئين وفيه ناشئ ما بلاقيش فرصته في النادي الأهلي مثلا بيتطر يروح اسكندرية ولا يروح الاسماعيلية ولا يروح انت مش هتخرج ولا هتدخل ايه الجمود او هتدخل من جوة القاهرة ايه الجمود كله مش هيروح اللابولاء وانبابة والبستين أكتر من كده نلعب نتنافس على عدد قد كده من اللعيبة وزي ما قلتلكم انت متخيلين قرار زي ده بدل ما انت تنعش القاعدة يعني الاصحة بقى لو انت عايز تنمي المواهب في الناشئين او في الاقاليم ادي الاقاليم امكانيات كافية جدا تقدر تتوسع في الممارسة ادي الاندية في الاقاليم فرص وامكانيات مادية وفنية تقدر يكون عندها ملاعب يكون عندها ادوات ادي لها بنية اساسية بيها سنارة ادي لها اه ادي لها بنية اساسية لكن ادي 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 مش هتعمل حاجة مصنوعة اللي تعتمن فقط على العطاء والاخذ لكن هيألي طرق وهيألي بنية تحتية وملاعب ومسابقات ناشئين قوية انما انت عايز تقاعد الناشئ الموهوب في ملاعب في مركز شباب ما اتطوروش ما اتطوروش انت ما بتخرجوش بره بلده الخمسين كيلو دول صدقني في الصعيد في مراكز بينها وبين بعضها والله متفصلي على حاجة في زين اللي عملها لا انا انا هقولك اه قالك علشان الاندية ذات الموارد الكبيرة اندية الاسرياء الكلام حتى فيه نوع من تحريك الحقد الطبقي قالك علشان الاندية اندية الاسرياء هم اللي بيكوشوا على اللعيبة بفلوسهم بفلوسهم يعني اللي المونت سعدل قالك عليها يعني في النهاية ما حيديك فلوس تصرفه على بيئة اخواتهم هو زد ده لو المقصود نادي زد لانه هو المتغير الجديد جمع لعيبة من الاقاليم طيب ما هو بيدفع فلوس لاندية الاقاليم الصغيرة الفقيرة عشان تقدر تقوم بدورها في الرعاية ولا هيخدهم ببلاش ادي الاندية الصغيرة حق امتلاك الناشئ وحق تسويقه حق تسجيله حق بيعه عشان يحصل هذا الرواب مش معنى زد طيب ما بيراميد عمل كده وفيوتشر عمل كده وكل الاندية وقابليم وانبي عمل كده دي بتخلق اندية وقوة وبتخلق للعيبة اللي هم في الاقاليم دوافع انه هم يتعلقوا ويشتغلوا يعني انا بص اي حاجة مش طبيعية وراه غرض غير طبيعي في التساعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله تس بار